لم تكن هدنة لأجل التهدئة كما يشاء تلك التي أعلنت عنها الميليشيات بشأن إيقاف مهاجمة المصالح الأمريكية والأجنبية في العراق بل هو ابتزاز ومساومة من قبل هذه الميليشيات ذات الصلاة القوية بالحرس الثوري مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنك المركزي العراقي وفقا لتقارير إخبارية عديدة ميليشيا حزب الله التي تبنت إعلان وقف الهجمات قبل أيام قالت إن الإيقاف سيكون مشروطا دون أن تفصح عن طبيعة تلك الشروط قبل أن تتضح بعض محاور المفاوضات التي دارت بين الكاظمي وعدد من زعماء هذه الميليشيات حيث أعقب إعلان الهدنة موافقة الحكومة على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يديها والتي تصل إلى عشرة مليارات دولار بعد زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني ناصر همتي لبغداد حيث وصف مباحثاته مع الجانب الحكومي في العراق بالناجحة وهو ما أثار استغراب المراقبين والمختصين عن حقيقة الوعود الحكومية بشأن تسليم العراق إيران تلك الأموال رغم الأزمة المالية التي تعصف بالعراق حاليا وعدم وجود إيرادات كافية أساسا لصرف رواتب الموظفين المتأخرة إطلاق الأموال الإيرانية المحجوزة في المصارف العراقية بفعل العقوبات الأمريكية على طهران كان شرطا إيرانيا بالأساس نظر قبول الميليشيات بالهدنة مصادر صحفية في بغداد نقلت عن أحد مستشاري الكاظمي قوله إنه منذ إعلان الأمريكيين نيتهم إغلاق سفارتهم ببغداد فإن الكاظمي استشعر خطر قرب خسارته منصبه وهو ما دفعه للتحرك والتفاوض مع جماعات الكاتيوشا كما يطلق عليها وفي محاولة للالتفاف والإيحاء بالجدية شكل الكاظمي لجنة أمنية تحت عنوان ملاحقة الميليشيات المسؤولة عن استهداف القوات الأمريكية في العراق وكلف مستشار الأمن في الحكومة والقيادي في ميليشيا بدر المرتبط بالحرس الثوري قاسم الأعرجي برئاسة هذه اللجنة الاجتماعات والمفاوضات التي دارت خلف الكواليس بين زعماء الميليشيات وقادة الحرس الثوري تثبت مرة أخرى أن لا دولة مستقلة في العراق بل احتلال أمريكي إيراني مزدوج أتى على العراق دولة وشعبا ومقدرات اقتصادية ومالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر